السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احيائكم الله اخواني واخواتي في هذا الشرح الجديد طبعا اليوم عندنا طريقة توسيع الاقراص مثلا عندك السي مثل انت ساوته ستين وسبعين بعد ما اصبت لوندوز وثبتت عليه البرامج وصار عندك مرحلة ان انت تحتاج توسع السي تعرفون ان عندناك برامج موجودة هواي برامج تعمل على هذا الشيء لكن للاسف احنا كمكفوفين نواجه مشكلة التوافق والبرامج جربتك لنبرنامج ستجد تمام توافقات او يعني نسبة التوافق جدا بسيطة او بعض المشاكل تعرفتو ببرامج مكركة ومشاكل اللي ستصيروا اياها اه زاعدين نوح منعرف هذا الشسمه الشي يسوينا لكراكب الوندوز ربما يسوينا بعض المشاكل مستقبلا طبعا نسوي الدرس سابق لطريقة تقليص الاقراص يعني مثلا عندك السي نفرض حجمه 500 وتتطلع منه بارتشن واحد او اثنين اه هذا الطريقة السر بالعكس اللي هي التوسيع مثلا انت عندك قرص السي ودي وي عدك ثلاثة السي مثلا نفرض خمسين والدي مثلا ميتين او ثلاثمية والإي نفرض عدك انه وفد مية انت تريد توسع السي تريد توسع السي تريد توسع السي سوي مية تاخذ القيمة اللي تريد هتا مثلا مو شرطة المية تشوف جدي يفيدك تاخذ القيمة لازم تقتطاع همين من الدي لانه اقرب شي ياخذ من عنده ياخذ من القرص القريب اله لما يقدر نظام الهاردات ياخذ من النظام القريب اله جدا فراح ياخذ مين راح ياخذ من القرص الدي احنا طبعا انا بالدرس السابق سويت اقتطاع همين هذا الدرس طبعا راح افرمت الدي وراح شوفكم اشلون نحذف القرص حتى سن مساحة فارغة ياخذها السي طبعا ثاني حجم هذا الكمبيوتر راح شوفكم حجم الكمبيوتر حجم السي بالضبط المون الاجهزة ومحاركات الاقراص تجميع مفتوح الاجهزة القرص المحلي تحرير القرص المحلي للقراءة الحجم الاجمال لتحرير 116 يغابيك للقراءة فقط الحجم الاجمالي الحجم مانت 116 ومثل المرة السابقة ندوز ويندوز وحرف الاكس وننزل الى ادارة القراص كذلك التطمر خيارات عارض النظام ادارة الاتصالات الشبك ادارة الاجهزة ادارة الاقراص نضع الى انتر ادارة الاقراص ادارة الاقراص واحد من واحد المؤشر عدي اغلاء قوس هلالي ندوز shift to top عراض الرسومات جدولة القرصصة 2 تس مث parle القرصصص PE ادارة السไه 116 فاصل هل هذا عدنا C القرص صفر هذا D القرص صفر المنطقة ثلاثة تسمية وحدة التخزين وحدة تخزين جديدة حرف محرك الأقراص D نظام الملفات الساعة 78 فاصل هل هذا D نفرضاني ما أريد D أو أقدر لأنه لازم تقطع جزء مثلا عندك ال E نفرض قلنا تشبير تقدر تنشئ لقرص جديد وسمي D جدا طبيعي ويصير نفس الترتيب مالتهم هل سأحذف ال D كله حذف وحدة التخزين نضطي نعم يعني نهذف كل شو رح يفرمت الوحدة التخزين إدارة الأقراص عرض الرسومات جدول المنطقة ثلاثة تسمية وحدة التخزين لم يتم التعيين حرف محرك الأقراص لم يتم التعيين نظام الملفات لم يتم التعيين الساعة 78 فاصل هسا هاي المساعات راحة الصيغة مالتا والنظام وكل شو راح ال D كله يعني اختفه يعتبر هسا تروح الكمبيوتر متل قد D فراح أوقف على القرص القرص القريب لازم تقطع من ال D لازم يتم التعيين حرف محرك الأقراص C نظام الملفات انتيافاس الساعة هسا راح أدو سبليكيشن ونزل إلى توسيع سياقي قائمة فتح فاو استكشاف ألف توسيع واحدة تخزين سين توسيع واحدة تخزين هاي الحالة إذا ما تنتين تقطع من ال E وتعوفها مساحة فارغة وتجي بعدين تدمجها ويسي للأسف راح يقول لك معتم شرطا وحصرا لازم تقطع من ال D القرص القريب المسي لازم يسوي قطع من عنده فندوس عليها انتر توسيع معالج توسيع واحدة تخزين محورة يساعدك هذا المعالج في زيادة حجم واحدات التخزين البسيطة والموزع يمكنك توسيع واحدة التخزين بإضافة مساحة من قرص إضافي أو أكثر مرحبا بك في معالج توسيع واحدة تخزين للمتابعة قرص فوق التالي التالي زر A زائد زائد الضغط على التالي صفحة الخصائص الحجم الإجمالي لوحدة التخزين بالمئة تخزين بالمئة تنول تسعون ودسعون ودسعون الفا واربعمائة وعشرون لحد الأقصى للمساحة المتوفرة بالمئة بالمئة بالثمان راح يسيقلكم ال 99 نزالة زر أنفس المحددة القائمة القرص صفر حدد مقدار المساحة بالمئة وهابية تحذير آمد ساعدت حق 80 ألفا محدد 80 ألف إنت تقدر تأخذ مثلا جزء معين من عنده ويخلي لك الباقي يظل فارغ لك أنا راح يخليه دمجه كله السابق زر آمد ساعدت ساعدت الثالي زر آمد ساعدت وضع على التالي معالج توسيع وحدة تخزين صفحة الخصائص تم تحديد الأعدادات التالية إكمال معالج توسيع وحدة تخزين لإخلاقي هذا المعالج ونكرة فوق إنهاء قائمة القرص المحدد القرص صفر 80 ألفا ميوها بالد نضغط عليه السابق زر آمد ساعدت إنهاء زر عنها إدارة الأقراص طبعا بعدما ضغط راح شوف السل القرص جسار حجمه القرص صفر المنطقة 2 تصمية وحدة التخزين لم يتم التعيين حرف محرك الأقراص سي نظام الملفات الساعة 194.5 قال الساعة 194 سنروح نتكد من هذا الكمبيوتر الشخصي كذلك هذا الكمبيوتر الشخصي نافذة طريقة عرب العناصير قائمة الأجهزة 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 القرص المحلي سيسمائي فيس أنه تحرك الحجم الإجمال لتحرير 194 يوها بيط للقراءة فقط الحجم الإجمالي صار حجم القرص 194 هذه الطريقة هي التوسيع الأقراص عندك السي خصوصا نحتاج السي عمد النظام بدون أي برنامج إن شاء الله أتمنى لكم نهار سعيد تحياتي لكم أخوكم عمار صالح إن شاء الله كنفدناكم بهذا الشرح تحياتي